ان مهما كانت المعلومات دي كتيرة بس الوقت اللي انا عادين فيه كافي مع التكرار ان هو يحفظوا هنا تبصوا بخريب فلنسي لا تستسلم في المناضي عالي بأمر المعلومات دخلت في بعض انا كنت فاهمه وبايتش فاهمه الكلام ده او بيعيدي الدن عالك وعالي بيعمل نخش على المنطقة اللي انا موجودين فيها دلوقتي تعالوا نبصوا قصة هنا كده نقول لو في مكرة هكتشتغل عشان تطبق ورقة واحدة دلوقتي ايه المكونات اللي مطلوبة ان يبقى عندي صنقية عشان ترفع الورقة حلو كلام وعندي باكرة تسخفة عشان تسحب الورقة ووراها باكرة تنفصلة يفسروها تمام؟ وبعد كده الورقة تروح للرليم وبعد كده الريجستريشن يستلمها لأن النقل والدرام وبعد كده يسلمها الرولة اليو والسفلي وبعد كده باكررت روق تمام؟ بس هالدي العمليات بس انا اتكلم انت بلاحية مصاري الورقة مشيت مع الورقة او مشيت مع مكونات بتحرقها تمام؟ بس احنا ما اتكلمناش عن مكونات بتاعي الطباعة طيب مكونات الطباعة في من هنا؟ عندنا ادي درام وعلي ايه؟ رول الشحن حلو الكلام ياخد الشحن من الدرام الدرام يلف يلاقي في ايه؟ الليزر انا معبروك عمه في صورة الياسو انت طالت المسترام ومشوالي اطبق كده كده ماضحة يعني ده كده رول الشحن وده كده الدرام وده كده مصارت الديزر حلو الكلام؟ طيب يبقى الدرام هياخد شحن من درول الشحن وبعد كده الليزر يخش يشكل في طباعة الشحن دي وبعد كده الدرام يلف انا اسم فقط كانت كده تحت بس عشان هي احنا نشكه برا الراسك تمام؟ بيكون فيه ايه نعمالين بيدور الحدر جواب الدرولبر والرول مغناتك عشان ياخد الحدرة الدرولبر او حدر يعلوها على صفح الدرام السورة الساكنة اللي تشكلت دي يجزم الحدر اللي فيها وبعد كده الدرام هو بيلف عداء الورقة اللي احنا بقلنا عليها من شوية جاية يستلمها ويسلمها للفن للسخان تمام؟ طيب عندنا ايه تاني؟ السخان ده رولين علو جسوفلي استلم وتسليم الورقة جميل بس فيه لنبط اللي موجودة والسخان شكلة عشان خاطر توفع الخرارة المناسبة عشان الحدر السمر فيه سيح فالحدر ينشف على الورقة فيه مش كده الحد الودي طيب اللكتين اللي عنا على الكنمو من خلالها قلنا تقريبا كل المكونات اللي بتبقى مطلوبة في قط الانتاج عشان ورعت الطبعة صح؟ يعني احنا كده رسلين قدامين للمكونات بتاع تحط الانتاج كلها طيب تعالوا انا ربط المكونات دي كلها نحو الانتاج تمام؟ هتتربط ازاي؟ انا عملت رابط افتراضيك ان انا اللي مصابنا من المكان تمام؟ فقولنا مثلا ايه؟ البكر الساحب هنا عايزين له ايه؟ عايزين له حركة والبكر اللي عايزين له حركة فعملت الفيت مطور ده اللي هو مطور التجزية تمام؟ وصلت منه حركة مباشرة البكر الرليي وصلت منه القراطش ومتقلقش البكر الساحب تمام؟ فانا تخيل انتها يخش علينا عشان اخلي ورقة تتسحب من ترك حشان يقل المطور بتاع التجزية وحشان يقل معاه القراطش فهونا علي الورقة هتتسحب من ترك وطالما انا مش هجل المطور التجزية يبقى الرليي شجال اوتوماتيك ليه انا كده كده الرليي عايز شجالها؟ وطول منه ما توصلوا لورقة من اي بكر الساحب ياخدها ايه؟ يوديها للبعد منه تمام؟ او يوديها للرجيستريشن هنكر تمام يا رجالة؟ زي الفول دي يبقى عندي هنا عشان اشغل بكر الساحبه وبكر الرليي المطور ده هيشتجل يبقى كده الرليي يشتجل المطور وجود كلاكش يشتجل ويبقى كده بكر الساحب يشتجل حتى عنده مشكلة فيه مكوينين اهم لسه مشكلينهم في البكرة عشان تشتجلها حتى عنده مش هجل شغلو تمام ؟ وبعد كده وصلناها للرليي نيجى بعد كده في مين؟ الك Commonwealth تعالى نيجى بعد كده في مين؟ في التنج في الرول لقية والرول السفلي العمل مطور السخان. البكرة بتاع الخروب اعملنا مطور الخروب. بص رازعناها مواتير كلها من قولها التحت. بس عدتنا مشاكل. يعني في مشكلة في المنطقة ايه حتى دلوقتي ان انا كل مكون متحرك احط له مطور. او كل مكونين تلاتة اعمل لهم مطور يحركوهم سوا مع بعض. في حاجة مش كافهومة في المنطقة دي. طيب. هل المكونات اللي موجودة بقى مكونات متحركة بس? انا كده المكونات عشان تشتغل المتحركة ووفرتها مصدر الحركة. خلصنا من دي. طب هل من قونات اللي موجودة متحركة بس? لا انا عندي بياخد شحن ورول النقل بياخد شحن ورول ماجناتك بياخد شحن. تمان? فبناءا عليه. هل دولة عملوهم مطور يديهم حركة او خالش? انا اشتغلت. لا. انا محتاجة اعمل ايه? في كارفة شحن عاملها هنا. دي تدي كهرباء او شحن للرول الشحن وتدي كهرباء او شحن رول اللقل وتدي كهرباء وشحن الفين للرول ماجناتك. تمام? كتبه لك من المكونات دي انا محتاجة تتحرك ومحتاجة تاخد كهرباء في نفس الوقت. عشان كده خلت وصلت حركة من مطور وخلت وصلت كهرباء من كار. تمام? انما فيه مكونات تانية زي بكر السحو وبكر الليه واليهات اللي هو التاني مش محتاجة كهرباء. فبعمل لها وصلة ميكانيكية فقط. مطور وتروس شكرا. انما المكونات التانية الكهربائية بتحتاج حركة او بتحتاج في نفس الوقت ايه؟ كهرباء. تمام? طبعا ايه تانية مكونات كهربائية موجودة معي؟ اللامبا بتاعت السخان. فبقناعا عليه في كاكتة اسمها الاسود رايف دي بطلع لها الكهرباء للامب. فيه مشاكل. طبعا. فيه حتى احضر سينات. اتطور كده. دي عندنا مكونات متحرك اسمه الليه ولينا. تمام؟ مربوط بيه؟ بسنورايت. تمام؟ طبعا. انا كده فارشت المكونات المتحركة او المكونات الكهربائية اللي في خط الانتاج. وفارشت الوسيط بتاعها. يعني خلاص اعرفت ان كل المكونات المتحركة دي بتاخد من الموادد او سنورايت سواء كان موابة. تمام؟ وفهمت المكونات الكهربائية اللي موجودة فرصة فيها محتاجة الكهرباء فيه نوعين. كرتة شحنة واسود رايف. الاسود رايف عشان تدي رمبة السخان. كرتة شحنة عشان تدي الدرام والهد. وايه تاني؟ ورول النحن. حلو هنا بقى المكونات دي جدا رايحوا على فيه. مين اللي بيتحكم فيها الادارة. طب تعالى افسد بقى ما بين الادارة وما بين الواسيط دلوقتي يقول دلوقتي عشان المكناة تشتغل. ايه اللي مقلوب ان هو يحصل? محتاج معايا وراقفوا. تمام? عايزة اصورها وشوح. فاللي مقلوب ينجز ايه هنا? ان بيبقى في بكر السحب ان هو يشتغل. بكر السحب ان هو يشتغل مدة زمنية معينة. وانه يدى ان هو يشتغل مدة زمنية معينة. وهكرة كل مكون ومتحدد. او كل مكون مقر autres. ان هو يشتغل مدة زمنية معينة. بداية من هذه الان. يعني لو تصوير الورقة هياخد مس Sache 10 ثويني. هو العشن ثويني القول work plus 1 معروف المكون ده هشتغل للثاني اي رقم 3. ومن الثANY رقم 3 to 4 المكون ده هشتغل. وه في الثاني اي رقم 5 تمام? فكل ثاني اي رقم في موجودة مكونات هتشتغل ومكونات هتفصل. تمام؟ يعني القدار عشان تشتغل محتاجة اعملي. انا كده ممكن اوقف واحد على المكان. اقول له من الثانية كذا للثانية كذا احطلوه شوية سويتشات كهرباء قدامه. منعشان اشغل المطرف محتاج لي. اوصل في الكهرباء. اوصل عنه الكهرباء. تمام? لما عايز اشغل كارتة الشحن اوصل ليها الكهرباء. اوصل عنها الكهرباء. عايز اشغل اللام بعمليه. اوصل لها. يعني موضوع نحو سويتشات دلوقتي. انا اوصل الكهرباء على المطور. او اوصل الكهرباء على كارتة الشحن. فهنا انا عليم مكونة اللي موجود عليها. هيقوم بوظفته. تمام? يعني انا لما قدت الدور للإدارة دي محتاجة اعمل ايه بقى? ان هي بقى عندها شوية سويتشات. ومعها برنامج تزامني لكل سويتش ده اتضبط عليه من امتى لامتى. فهنا انا علي الشغل. انا هكتبه. صح? تمام? سرحنا ولا انا بكتم فيه? نا تمام. تمام. كلام زي انا لما قدت الدورة للوقت نقول كارتة اشارات. دي كده اول حاجة اتمنى من ناحية الوصيلة. يعني كارتة الاشارات دي. يبقى متوصل عليها كارتة الشحن. متوصل عليها الاسدرايف. ومتوصل عليها الموادير دي كل ده. متوصل عليها السورويل. تمام? فبناها علينا استنتج ان السويتش اللي هيفتح ويه في الكهرباء على المطور او على سنورلايد او على كارتة الشحن الموجود فيهن. فكارتة الاشارات. وبناها علينا محتاج ايه تاني دلوقتي. محتاج المواعيد بتاع التزامن شغل المكونات. تمام? دي بقى موجودة فيهن دلوقتي ايه? لها ابتر من شكلة على حسب المجد. يعني انا ممكن اخلي الكارتة الاشارات. التوقيت بتاع شغل كل مكون موجودة عليها. تمام? واقول لها بس انا عايز اصور وراء ايه فوق. وانا انا عليه التزامن بتاع توقيت ايه فوق انه هو المطور بتاع الصحب يشتغل قدي كده. والكارتة اشتغل قدي كده. والكارتة بتاع كارتة الشحن اشتغل قدي كده. واكذا فالشغل اللي يجدني. تمام? زي الفول او ان انا خلي الشغل عند المدير. هو اللي معاه بوقت التزامن. والكارتة الاشارات دي بالنسبة له مساعدة. هي ان نتوصل عليها بس ككارتة. وصلة. تمام يا رجالة? طيب. ممكن استقزيمكو بس لو عايزتي عايزة بس ممكن نلمس منها اوه يا ان احنا نتوصل بحاجة. اول حاجة شايفين الايسيات اللي بالمنظر ده دي كلها ادي واحد دين تلاتة اربعة كنسة ستة سبعة تبنية تسعة عشر. فين ادي احد اشر اتنى اشار ترات اشر. شايفين شوية الايسيات الكتير دي كلها بسة فيه كم واحد كمان. تمام? اللي هي دقريبا معظم الايسيات اللي بيسويتشه. اللي هو بيفتح من خلالها. ويفل الكعاربعة المكونات يعني. كل سوكت من دول متوصل بطرف من ده كاسويتش اللي هو هيفتح ويفل. السوكت موصل للمطور بداع الحبر فده يفتح الكعاربعة مطور الحبر او ايفل الكعاربعة مطور الحبر. تمام? حلو الكلام. شايفين المربعين الكبار اللي فيهم اطرف كتير دول اللي بيبع لهم البرنامج التشغيل. تمام? يعني دول عارفين كل مكونات هيشتغل انت في حالة ان هو المدير بس يقول له ورقة الفو او ورقة الفو او ورقة انت فهج يدينه ماسي الورقة ويدينه عدد مرات التشغيل. فبناعا عليه هو هيفتح الكعاربعة بالتزامن على المكونات اللي نشغلها عدد مرات قد كده. تمام? حلو الكلام. يبقى هو محتاج دلوقتي يبقى كدنا عملنا كده هنا السويتشات وعملنا لها عقل وفهمناه حطنا شخص هنا وفهمناه. لما قولك صور لي وراء ايفكر ثلاث مرات اعمل التزامن الفناني. افتح الكهاربعة على المطور ده وبعدها بثلاث سوان افتح هنا الكهاربعة على القلطش ده وبعدها انت فاهم. بس يبقى هنا في واحد قاعد وحط له له شوية سويتشات وانفاهمينه مع كل مقاس وراء هتشغل تزامن شكله عملي ازاي. والتكرار ده مع دول ما ممكن اقولك ايفور خمس مرات. ممكن اقولك ايفور اربع مرات. تمام? حلو الكلام. بس في نفس الوقت حط في اعتبارك انه لازم يبقى فيه اثناء التشغيل توصيل ما بين الكارتة دي والمدير في ايه? افرد انت واقفت. ايه لا يحسنش? المفروض المكان هتوقف? طيب المكان هتوقف لو انا مدي ده برنامك تشغيلي وسيتهم عن حيث يفضل يدوروا كده مرشد عوبي. لا في وصلة تانية ان انا اقدر اوقف. واصلة واقف استنى السرعة لسه ماتبنتش على فوقف الورقة عند الوصول. يعني التحكم بتاعه اللي انا عايزة فاهمه لكم انه هو كل وجزء في نفس الوقت. ان انا عارف انا هعمل ايه? بس ممكن مستنيك تقول لي ايه ده? ومستنيك تقول لي معلومة الورقة بس هد ايه? ومستنيك تقول لي معلومة عدد الوقتة دي. وفي اثناء ما انا بجهل مخلي بالي معي. ايه اللي بيع انت ممكن تقول لي وقف النص هوقف? تقول لي كمل هكمل. حلو الكلام? وايه تأمين? نفس الوقت نفس الكارتات ونفس الليلة دي هي كارتة الاشارات متوصلة بحساسات. طيب التنفيذ احنا وقدين بقى ان شوية سلويتشات مفتح ونقفل الكارربع عليك فبتشتغل في وقته معي. الحساسات. الحساسات دي بتدي معلومة للكارتة. هي الشي ان لو فيه تزاقن وقلط حصل في وقت الحساسات. الكارتة يقدر تبعت للمدير. تقول لا حصل الحش رفقنا عليك. دي بتكون سبب ان المدير يوقف الشغل جلو. ويطلق عليك مرة كمان بس عشان نفهمها. وهنا انت مش محتاج تفا اكتر من نظرية. يعني حتى النظرية اللي اقول لها لك دي زيادة. انت مش محتاج. انت الاكتر محتاج تفا من التواصيل. يعني الكارتة دي بيبقى فيها بداية التشغيل تنتي الكارتة دي ودي تندي المواطير دي والمواطير تندي المكونات دي. فالمكون لو حصل فيه مشكلة يبقى المكون. او المطور. او التواصيل من الكارتة. تمام? بس انا بحب ان انا سببك نظرية تشغيل تراية اهتمامك. واصلا. ممكن اكتر حاجة افخم معلومة في الوقت دا انت تستفيد بها. انك انت منين ما مطور يضرب او كده. ويقول العيد من الكارتة تفشيل الكارتة دي ودي الكارتة تانية تلقيها شغالة. اضع احتمال كبير من السويتش من السويتشات او السويتش الخاص بالمكون او المطور او السمرائل ده. فانت ممكن تشيره وتجيبه من كارتة تانية يكشل تكون مش نفس الموديل. لان السويتشات دي سويتشات واحد. انت فان? يعني لها ارقام معينة وموحدة انت واخد بالك تقدر يستنجل موديلات كتير من المكنة. واصلا. فبقنا انا عليه فيقدر ان انت بالرقم اللي موجود عليه اتكارنه باي رقم. يعني انت اول حاجة هتشغل. ده مأس ده اه اه نفس اعضل الاطراف. طب بص الرقم كده اللي عليه. اوه نفس الرقم ينفي. بقنا انا اقدر اشيلك من هنا احطك هنا او اشيلك من هنا احطك هنا. فانا ديسي انا زيادة. اقدر عملها بالنسبة للكارتة كمعلومة. ان انا عارف ان دي سويتشات الكترونية. تمام? او بتقوم الوظيفة دي. فانا انا عارف ان ما تقدر عشان احطوا عملية تغييرها دي عملية سهلة. انما الكبير الجميل ده سعب بالنسبة لك. تمام? يعني اه يعني ده اللي تبدوك تقول بانزل على السوفت وير بتاع كارتة الاشارات. تمام? فانا لو في الامكانية لتنزيل السوفت وير ده اهلا واسعة. لان ما فيش امكانية يغير للحاجات دي لما باير الكارتة كلها. تمام? وطبع الايسات دي بيبقى عملية تغييرها فيوتر وعايزة واحد فاني يدو فاهمة في القصة دي. طب تبقى قصة بالنسبة لنا انت فاهم تغيير الكارتة اسهل واكسر واقعين. تبقى موجودة عندنا منها بديل هي الواقع كده. بدل ما نشير الحتة صغيرة وفيتر وقتها طب ما نعندي منها بديل. واصلة ما نطلع كارت. اوه. انت او اخذ بالك فاشوف الايسات دي. عايزين ان اضغطها بالمكامل معرفة ازاي. انا بمشرت اثنين وقت. صعب. انا انا بعرفها من اما المكون بيدرب. انت او اخذ بالك فاشوف الايسات دي درج فابا بعرف ان ده ممكن دي كدير بالخبرة مع الوقت. ان هي المطور الفلاني الايسات بتاعه ده عشان ضرب معي بكده. انما منها الرافشة يعني انا حاولت ان بلا حاصلة وانا بحضر لكم المحاضرة دي. ان انا انا اضغط على السيربس كده واحاول اوه اعرفت دي كده. بالضبط. انهم اصلا المكونات اللي موجودة ده انا عرفتها من مصدر تاني من اللي افترونية انت واكبرك. انما عشان اضلع بقى المكون ده اسمه فعليا بقى هم مشفرين الجلال. يعني مديلك اسمه مكون لو بحثت عنه ما تلاقيش مكون في اللي موجود بالاسم ده. واصلة عشان ما تفهمش التنيا شغاله ازاي. واصلة لان في الاخر انت لو فيهنت ممكن انت زي القصة بالضبط اللي حصلت في الهي بي. ما الهي بي في الاخر المكون زي ده كده. ميكرو كنترولر زي ده. هو اللي بيشكر المكناة كلها. واصلة بيبقى عليه البرنامج التشغيلي بتاع المكناة وبيبقى عليه ان انت ما تشغاليش الكارتجر غليب وشغالي الكارتجر اللي موجود عليه. فده منين لما بيعدبلوا في الصفت بتاعهم هي دي المصيبة اللي اللي بيشركة اتشي بي فيها. لان انا ما اعمل حماية عبارة عن برنامج. برنامج برنامج بنزله هنا. طب هنا ده انا ممكن اخذ. انت كده المكناة وانا هفتح وهوصل لليبرون بتاعتك او المكرو كنترولر بتاعك. وهم اخذ البرنامج التشغيلي بتاعك. اعدل فيه. وهم بنزله عشان اقول له ايه بل للشباية تانية او ما تشلدش بالشباية خالص يا عم بش عايز انت اخذ بلد. فهم انا عليش تغل. فهم قصة ان هما يوقفوا موديل مش عارفين يوصلوا له ابتر من كده. التشغير ده ده بالنسبة للمستغرب. ان هو بالنسبة لليه ده يخش على البرنامج اللي موجود ويفهم البرنامج مكتوف ازاي وفي ابعاده. البرنامج ده عبارة عن ايه? ان الحاجة الفلانية تشتغل قد كده والحاجة الفلانية تشتغل قد كده. والحساس الفلاني ما شغلش المكنة غير ما يجوم فيه معلومة فلانية. فانا لما اجي على المنطقة البرمجة دي بتاعت الحساس الفلاني وبتاعت المتشباية الفلانية. وقم ليها. ده مش شرط من شروط التشغيل. ما تشغيل ش بالك ما فيش حاجة اسمها حساسات. فيش حاجة اسمها التشباية. الله ينور عليك. هو هتطلو شرط انا هجيب. فابقوا انا عليك. خلاص ده انا لو جدرت احش شوال عرف البرمجة. هي بقى ايه? اخرها كانت المدين بتاع المدين جوائد عملت ايه? عملت عازل على الاطراف بتاعت الاي سي من بره. انت واخد بالك عشان هما الدكتور اللي بيترطوه عشان يوصل في التلقسات عشان يعمل عملية بكل كشب مع الاي سي. يبقى عازل عن كده. وهم واي شو? يغطو لك التفاهم الموكين والكلام ده يسيقوه شوية وبعد كده واحدة واحدة بيكحطوا للطبعة البلاستي فهم وين مشايلينة ويوصلوا الى الدكتور بتاعه. فهو كده خلاص فشب. هو اي ان كان اي ان كان البرنامج اللي هيتضل يعمله هنا هو انت هتوصله وهتعبدله وهنوفدر نشغل مع واضينا وفي الاخر السياسة بتعدي ان هي بتبيع المنتج بسعب. يعني انا كلفت المنتج ده عشرة 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 تمام؟ او عشرة. بس هكسب من الحبري فيه. فقونا قال عليه احنا بنعمل معاهم ايه هنا؟ هادو المنتج بتكلفته منشكلين عليكم ونتلق على السينيه بقى احبار رخيصة ونشرق لنا فقونا عليه احنا كده يعني فلقناهم المصير. واصلا طيب مش هننزل لكم مصر من سنتين. ونزلنا مديل جديد وغيرنا البرامج اللي فيه. عمراح نجيبنا الامارات اللي اخد بالك الكاراتين عند الامارات اللي رأدوهم هاتو 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 هاتو. انت هخد بالك وهم رأح برضو نجيب حدول مصير وانخصرهم فبنان عليه خلاص هي كده الشركة ايما تغير سياستك اللي هي تبقى لك تكسب مع البر انت وهي البيئة واصلا ودي سي اسأل صعبة شوية لان هو انا عايزك المنتج يبقى تخص عشان تشتريه وبعد كده انت فاهم تكلفة واحدة واحدة عليه كلا ايما بينهم وبينك الحجر بس انا هكسبونك وانت متحس كاوي واصلا ان انا ما لقول الاختراق قالوا اكدت في حد ازاك ومش عادي جا عم روح التعبار انا وصلت كيف نيجي بعد كده اصنر فينا رجالة المنطقة بتاعت ان احنا دي مكونات بتاع تخط الانتاج ربطناها بالواسيط بتاعها سواء بواسيط ميكانيكي او واسيط الكهرابي والواسيط الميكانيكي او الكهرابي ده باحتاج بقى اللي يشكله اللي يجي يقوله انت هتشتغل افس اشتغل افس هو ما يعرفش حاجة هو ما يعرفش ان هو بيحرر بجرة اصلا ولا في حاجة تتسحى ولا هو عايز ايه كهرابة تشتغل المتحرك فصل انت بقى عارف انت بتشتغل ايه انت عشان تنصل بالوظيفة بتاعتك تمام؟ مين بقى اللي بيعمل كده كرتات الاضارة والن اول كرتة اللي قمتنا بلي هي الاشارات الاشارات بتبقى عليها شوية سويتشات عشان تفتعك وتقفل الكهربة على المكونات الواسيطة حلو الكلام؟ ويبقى عليها مترو كنترولر عشان يبقى عليه البروغرام بتاعك كل مقاس ورقة هفتحه وقافي الوقت ليه تمام؟ زي فول نيجي بعد كده الاشارات دي مش شكلة لنفسك يعني اوه انا عندي بلدنانك واعرف هتحكم في مكونات بس انا معرفش العميل انا معرفش هو عايز يصوريني دلوقت انا معرفش انا هشتغل لاندي واصلا انا بيحتاج حد يدرني يتعامل مع العميل ويبقى عارف هو عايزي ويقول لي اشتغل بمقاس ورقة قد كده عدد مرورات قد كده افصل شوكوا شوكوا تمام يا رجالة؟ نحن بقول نعمل الحاجات الزيادة يا رجالة انت وراءة ايه؟ مش حلوة المعلومات عشانكم ما تسمع عمضة اهل تمام؟ طيب يبقى نفسنا ايه تقني على كارتة الاشارات ان هي زي ما بتتوصل بالمكونات الوسيطة بتتوصل بالحساسات اللي هي بكريم الامان من دي واضافة الماكرو كنترولر اللي فيها زي ما هو بالبرمج عشان جعل الحاجات جعلة بساتهم البرمج من المالحساس ده اشتغل ليه ما عاد وصولهم ورد اوصولهم لو خالف اي حاجة فيهم اعرف او منبه المدير ووقف الشغل عندي والمدير منبهني مطلقة لي على البنى لحشد انت اواخد بالك والشغلة لايه المكان كان كده الاشعارات وقفت المواطير ووقفت الدنيا ولقيت ان الشاشة اختلفت وجابت لفسها بالحشد في مكان الحشد تمام؟ حلو الكلام اخدت بالك انه هو انظم تسلسولي طب خد لي بنت هنا خدت مكانة بالدينة على بيت حشد ومعلق عليك ورجعت على الحساسات وكل حاجة سليلة ومفيش اي حاجة ولا ولا مطوعة ولا حساسة buddy يعني كل حاجة سليلة تمام؟ بنايرا علي انت بتاخد الاحتملات انت بايرارت الحساس المشتبه بيه تبا بايرت الحساس ولسه الاقل موجود كد انت سلسل دلوقتي يومش معه شكل مطيج ممكن يبقى الحساس او الوصلة من المجد الحساس وكارتة الاشارات ممكن للشارات التعليقة دي جادة فيه وصلة! يعني ايها معلقة الاشارة بتاعة الحساس معلقة يعني زي فيه سويتشات للمخارج فيه سويتشات للمدافع. انت واخد برك او بوابات للمدافع. فالبوابه ممكن تبقى معلقة او عصيب اضرب او معلقة. يبقى فيه البرنامج يحصل فيه تهيز فيه. واصلة التوصيل ما بين الاشارات وكارتة المدير لان كارتة المدير بتاخد المعلومة وتغير وتخزنها. واصلة يعني انا دلوقتي الورقة حشرة انا هتخزن المعلومة وهعرضها للمستجد. واصلة فبقناها عليه المكناة كلها وقفة والرسالة تراري. طب ممكن التعليق دي تبقى جاية من التخزين ذات نفسه. ان المكان اللي تخزن فيه معلومة اتعلقت التخزين على كده ومش عايز يمسح. فممكن ما يربش البرست للمكناة عملاها عادل ضبط مصنع. تمسح المعلومات كلها لبقى كده او يالله ما نشتجب من اول وجديد. واصلة فممكن يبقى من هنا او من هنا او من هنا. من اول ما انت عندي واقف كمستجدم هنقول للبناء للسواب صعب. لان البناء ما بيخزنش معلومات. ده يعلم لبسي شاشة عبدو في مواقف. المناء بتوصل دي من wanna control. Can control بيخزن معلومه قاwives. Diese control علي وسائط التخزينية للمكناة بتعتمل عليها. يعني لما هناك معلومة عايزة اعرضها хранية باعدها ن Rail control. ولو عايزة اخزن معلومة دي هخزنها في control.و�ع Carmen علي ممكن عدم ترحشر دي. تعليقه من عملية التخزين اذات نفسها في الكنترول فالكنترول ممكن يبقى هو سبب والله انا عمله سبب هو سبب. واصلا? طب كنترول من اللي بيديله المعلومة المدير بتاع خط الانتاج ممكن الله تخيبها المشكلة هنا في عملية التواصيل المعلومة من المدير الكنترول. واصلا او من الاشارات او من الحساسة. خدت بالك التسانسو التغالي. وليه الفهم بتاع الوضوع كده انا امامي شوية بالحياة للوهنة. تماما? كلام زي الخور. طيب. التخزين اللي هو هنا. تمام. اللي انا مثلا اطلقته. عرفت ان انا اوه مصلا. حلو. وردت تحيييسات الحياة زي كده. مغيرين? يعني حصل تحيييس بعد كده في المكنة. تمام. هردعتني اللي يزبط الدين. بالزبط بس سيزا ما قلت لك الحركة احتياجها دي. يعني مسلا. احتياجك انك انت بطلع معلومة من اي سي بالنسبة للمكنة الليزر. مش اول. ايه اللي المكنة اللي تفهم يعني مش وارد الموضوع دي يحصل كل شوية مثلا بالنسبة للي. واصلا. انما احتياجك انك انك انت تطلع عن المعلومة دي بالنسبة للمكنة الليزر. مهم. ليه? لان بيتبني عليها ان المكنة تشتغل معايا بشكل مستمر. مش بيقولك مفظمة الحبر المستمر ما يجيلش يقولك الحبر خلص. واصلا. شكلها معك بستمرو. فانا بحتاجة اطلع عن المعلومة ومساحة. ان هو شجال بسيستم الحبر المؤقت ده. واخليش هجال مستمر. او. دي حاجة يدعبس فيها. اللي النتيجة بتاعتها بفلو. واصلا. انا. انت التعديل الواحد بتعمل بكام بقى الفين جنيه. يبقى عبارة عن ايه سوفت وينزل اللي ايه باللقطة دي. فدي الساقي فيها نتيجته في انتاج. فانا اسع فيه. او حاجة بره ما جاء ايه. بس كل يوم ساعة ساعتين كده. عنكس فيها المعلومة. عشان. لو لقيتها ان شاء الله هيبقى فيها علي. اننا ما ببقاش حاجة ببقاش عايد وتسع علي. على ايه حاجة اوه اصلا متوفر. انت فان? او. طب سرعات يعني مسلا الماكناة بتطلع خمسة وتسعين في الدقيقين. ايه. يد اللي جيتها بطلت. هي نفسها بطلت. مفيش كران ده يعني الماكناة ما يبطل لنه الماكناة. الماكناة اه اه اتبطل. يعني فيه عطل في الماكناة وبدلا الماكناة هتبديك عطل على كده. لأ يعني مفيش حاجة مسلا سرعات في الماكناة. في السرعة. في السرعة. في السرعة. نوع الورق اللي انت بتستخدمه. مم. يعني انا دلوقتي رأي عندي ورق تيل. الورق تيل ده بيستهلك حرارة اعلى عشان الحضر ينشف. نعم. وبيبقى عايز يتحرك عالدنام بالروح عشان الحضر يتنقل منه الابنور بيبقى عايز للشحنة كل مرة. ورقة تنخلت عايزل للشحنة بتاع قول النقل اللي بيجزب التفايل ومحتاجها عالي الشحنة. بس اجراب الاجراءات الماكناة. طب يعني هي لو الماكناة بطلت بعد حياة لعبة السخان. اعمل ايه? هي مش هتطبقها نفسها. عشان ريتفق على المقدة. ماشي. ايه تبقى عارفة دي ورقة سين كيلولواتي او ورقة خير موجود في الدول كيفانا مبطقة عشانهم. لو انت لقيت المعلومات انا رجعتها بسرعة ايه. يعني ايه اللي اجراءات اللي انا اعملها بسرعة ايه اللي اتباحها انا. كنترون. لا استنى بس عشان انا عايز افترضي. مكناة كامل. اه. ماشي. هي بسرعة اه بتطلع تسين ورية في الدقي حاجة. تمام? وكان سرعة انت تلاحظها. ما بتسمحش يغلوش. كده. تمام? كان فيه عطل في السخان. تمام. والحساس بتاعه. زي الفول. تغيرنا الوج وغيرنا الحساس. بس بعد هرجعها. ام. تمام? جات بتشتغل بس تشتغله. من شكل غطيب. اه. ممكن لما كان كده تبقى واردة معلومة. انت فانا. ممكن تبقى واردة معلومة في نوعية ورقة متبايرة. انت كده هتشوف المكان تخل المعلومة دي ازاي? ام. ممكن تبقى انت وانت بتلعبت الورقة. وانت ويرت المعلومة دي بالغلقة. ويرت نوعية الورقة المستقدمة في الدور. انت وخب لك بالغلقة. انت عمل في سكة الحنكاشة. ام. فبناء علي صلحت المكانة. ويرت معلومة. خلقت لك. انما المكانة هي. يعني انت. ما بتبطط حش بمزاجة. ما بتبطش المكانة الطائعة. او صراعي بمزاجة. لا لا. انت بتقول لها في زرفه معين. هي بناء علي بتبطط. زي انك انت مثلا. عايش الكنترستي. فالمكانة برضو بالبطة. السرعة. عبنان على الكنترستي عشان عبدية. نقل الحبر للدرام. ونقل الحبر للورقة. وعملية تكفيف الحبر. تتمي بشكل هدي. فما فيش اي ديفوية تحصات في. تمام. فانت لو هتقولها اتدور عليها. على المعلومة دي. لو المكانة ببقى هيست في الحتة دي. ما انت رح تكتاعملها جا سيد من المكانة. يبقى المكانة. فأسنية برضو عملية تتصدق. في حقيقة غلط حصل. ممكن. طيب. ايه تاني ممكن. لو في حساس بيقول. يعني بتكلم عن معينة الورقة ودي حاجة امش استهلش. واصلا. يعني لو حاج انا كعبرتها بيدي. بقى كعبرت نحية حساس انت معلومة غلط. ونقل عليه المكانة ماشية. ونقل على المعلومة اللي غير من الحساس دي بشكل بطيء. طب ايه الحساس اللي ممكن يعمل كده حساسي يدل على سمك الورقة. هل في حساسي يدل على سمك الورقة في المسارة بتاعي. لو فيه بقى هو. فمن دي معلومة غلط المدير. فالمدير هنا عليها ماشي بسرعة بطيء. لا ده افتراض. انت فهم؟ النماط طبيعي. ان انت المكانة واحدة معلومة ان فيه مأس غلط. فن انا عليش هكذا بشكل بطيء. تمام. زي الفورقة. طيب. وعشان كده في القطات زي كده. في القطات الغريبة بتيجي على وجود مكون انت ما تعرفوش. او حساسي. دي هو وظيفة جدا انت ما تعرفوش. مانسي بزمن هو اللي في ده. وصفة. ويفين انت سرعة اللي عارفة اللي في دك ان هو ممكن يحكي لك الاجراءات اللي بيتخزني. يعني انت فهم؟ بيبقى في حاجة اسمها اللي هي وصف. وصف. وصف لغزاريفة. ممكن يقول لك الوظيفة الفلانية انت لما تيجي تحط وصف لما احنا